موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبتي وعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس الرياضيات أحبتي التلاميذ في درسنا لهذا اليوم سنأخذ بعض الأسئلة ونجيب عليها وهذه الأسئلة التي سنتناولها هي نموذج من الأسئلة الوزارية الموجودة في السنين السابقة نأخذ أسئلة متنوعة عنها عن الأسئلة وهذه الأسئلة طبعا تكون هي شاملة لمواضع أيضا الكتاب المقرر لدينا تعالوا معنا أحبتي لنبدأ أولى هذه التمارين أحبة التلاميذ من الأسئلة المتكررة دائما في امتحاناتنا هي الأسئلة الخاصة بموضوع المجموعات فدائما كما تلاحظون أحبتي نأخذ السؤال الأول سؤال الأول ضع كلمة صح كلمة صح صح أمام العبارة الصحيحة الصحيحة وكلمة وكلمة خطأ خطأ أمام العبارة غير الصحيحة غير الصحيحة لكل مما يأتي مما يأتي هذه صيغة سؤال أحبتي دائما تتكرر لدينا دائما تكون موجودة في أغلب الامتحانات نلاحظ أن هذا السؤال صيغة هذا السؤال تتكرر لدينا باستمرار دعونا نأخذ بعض النقاط ونجيب عليها أولا أولا المجموعة مجموعة اثنان أربعة مجموعة جزئية هذه علامة المجموعة الجزئية من اثنان أربعة ستة ماذا تقولون أحبتي هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة تعالوا نستذكر المجموعة الجزئية نقول أن المجموعة الجزئية تكون مجموعة جزئية من مجموعة ثانية إذا كانت مجموعة جزئية من مجموعة ثانية نقول أن هذه المجموعة هي جزء من هذه المجموعة الثانية كيف تكون إذا كانت عناصر المجموعة الأولى موجودة في المجموعة الثانية ونلاحظ هنا أن عناصر المجموعة الأولى وهي اثنان وأربعة موجودة بالفعل بالمجموعة الثانية وهي اثنان وأربعة هنا إذن صحيح أن اثنان أربعة هي مجموعة جزئية من اثنان أربعة ستة إذن نضع كلمة صح على هذه العبارة ثانيا نأخذ عبارة أخرى أحبتي المجموعة 2 5 تقاطع المجموعة 2 يساوي المجموعة 2 3 5 لحظوا أحبتي المجموعة الأولى تقاطع المجموعة الثانية وهي 2 و 5 تقاطع 2 ما هو التقاطع؟ التقاطع ما بين مجموعتين هو العناصر المتشابهة ما بين هاتين المجموعتين ونلاحظ في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية أن العدد 2 هو المشترك ما بين المجموعتين إذن هل صحيح أن نتقاطع هاتين المجموعتين هو 2 3 5 بالتأكيد لا إذن هذه العبارة غير صحيحة نكتب عليها خطأ خطأ والجواب الصحيح هو هو 2 إذن الجواب الصحيح نكتبه هنا بجانبها هو 2 هذا هو الجواب الصحيح نأخذ عبارة أخرى أحبتي ثالثاً خمسة عشر لا تنتمي إلى مجموعة مضاعفات مضاعفات العدد 3 هل صحيح أحبتي أن الخمسة عشر لا تنتمي إلى مجموعة مضاعفات العدد 3 كلنا نعرف أن العدد 3 من مضاعفاته هي الخمسة عشر لو ضاعفنا العدد 3 سوف نصل إلى الخمسة عشر إذن هذه العبارة أيضاً خاطئة نكتب خطأ خطأ ونصحح الخطأ نقول تنتمي نقول تنتمي هذا هو تصحيح الخطأ بدل من الإشارة لا ينتمي نكتب ينتمي لأن الخمسة عشر تنتمي إلى مجموعة مضاعفات العدد 3 نأخذ عبارة رابعة تسمى المجموعة التي لا تحتوي لا تحتوي على أي عنصر أي على أي عنصر ماذا نسميها؟ بالمجموعة بالمجموعة الخالية هل صحيح هذا الكلام أحبتي؟ ما هو تعرف المجموعة الخالية؟ المجموعة الخالية هي المجموعة التي هي فعلاً التي لا تحتوي على أي عنصر لذلك نطلق عليها بالمجموعة الخالية إذن هذه العبارة عبارة صحيحة نضع عليها صح نضع عليها صح هذه العبارة صحيحة وأخيراً خامساً أحبة التلاميذ نأخذ عبارة خامسة العنصر صفر في هذه المجموعة المجموعة صفر مجموعة خالية هل هذه المجموعة خالية أحبتي هل أن الصفر يعتبر مجموعة خالية بالتأكيد لا صحيح أن الصفر لا قيمة له لكنه يعتبر عنصر إذن هذه العبارة هي خطأ هذه العبارة خطأ ما هو تصحيح هذه العبارة نقول أن هذه هي مجموعة تحتوي على عنصر وهو الصفر هذه أحد صياغ الأسئلة أحبتي المتكررة دائما بالامتحانات الوزارية سوف نأخذ سؤال ثاني أيضا قد تكرر لنا كثيرا وهو من المواضيع المهمة أيضا لدينا أحبتي وهو تعالوا معنا نتعرف على هذا السؤال السؤال الثاني قيس البعد قيس البعد قيس البعد بين بين بغداد بين بغداد والبصرة 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 على خارطة على خارطة فوجد فوجد أنه أنه يساوي أربعة سنتيمتر فإذا كان البعد بين 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 المدينتين بين المدينتين خمسمائة وستون كيلومتر فما فما مقياس الرسم المرسومة به الخارطة لاحظوا أحبتي هنا في هذا السؤال نستذكر سوية معكم مقياس الرسم ومقياس الرسم أحبتي كلنا نعرف هو قياس البعد الحقيقي البعد على الخارطة وفي هذا السؤال تحديدا عندما قيس البعد بين بغداد والبصرة على خارطة على خارطة أي بعد غير حقيقي فوجد أنه أربعة سنتيمتر فإذا كان البعد الحقيقي بين المدينتين خمسمائة وستون كيلومترا أي البعد الحقيقي أي الموجود فعلا على الأرض خمسمائة وستون كيلومترا إذن هذه الخارطة الذي كان البعد بين المدينتين فيها أربعة سنتيمتر ما هو مقياس الرسم الذي رسمت به هذا الخريطة كلنا نعرف أحبتي مقياس الرسم له قانون ويجب علينا حفظ هذه القوانين الموجودة في مقياس الرسم وقانون مقياس الرسم هو البعد على الخارطة على البعد الحقيقي فعندما نريد أن نستخرج الناتج الحل حل أحبتي بما أنه عندما نريد مقياس الرسم يجب أن يكون لدينا البعد على الخارطة والبعد الحقيقي وكلاهما موجودة أربعة سنتيمتر هو البعد على الخارطة وخمسمائة وستون كيلومتر هو البعد الحقيقي إذن باستخدام القانون مقياس الرسم يساوي قط كسري البعد على الخارطة البعد على الخارطة على البعد الحقيقي على البعد الحقيقي ويساوي البعد على الخارطة هو أربعة سنتيمتر وهنا نقف وقف صغير أحبتي وهو عند البعد الحقيقي كم هو البعد الحقيقي البعد الحقيقي كما تلاحظون أحبتي هو خمسمائة وستون كيلومترا والبعد الحقيقي بين المدن يقاس بالكيلومترات لكن البعد على الخارطة كما تلاحظون يقاس بالسنتيمترات إذن أصبح لدينا اختلاف في هذه الوحدات ماذا نفعل؟ يجب علينا توحيدها ودائما عندما نريد أن نستخرج مقياس الرسم يجب أن نوحد على السنتيمترات أحبتي فهنا تابعوا معي خمسمائة وستون كيلومترا يجب أن نحولها إلى السنتيمترات وكل كيلومتر يساوي مئة ألف سنتيمتر لذلك يجب علينا أن نضرب الخمسمائة وستون كيلومتر في مئة ألف لكي نحولها إلى السنتيمترات كما هو في البسط هنا أربعة سنتيمترات حتى يكون البعدان متساويان في مئة ألف في مئة ألف ويساوي الآن نريد أن نستخرج مقياس الرسم كما تلاحظون أحبتي هناك اختصار ما بين الأربعة وما بين الخمسمائة وستون فالأربعة هنا فيها واحد وخمسمائة وستون إذا ما أردنا أن نقسمها على أربعة الخمسة فيها واحد ويبقى واحد نضعه بجانب الستة ستة عشر تقسيم أربعة هي أربعة والصفر ينزل بالناتج إذن خمسمائة وأربعون تقسيم أربعة مئة وأربعون ويساوي وأخيرا أحبتي واحد يساوي مقياس الرسم واحد على نقوم بضرب مئة وأربعون في مئة ألف فتصبح أربعة عشر مليون إذن هذا هو مقياس الرسم الذي رسمت فيه هذه الخريطة لاحظوا أحبتي هذا هو مقياس الرسم الذي رسمت به هذه الخريطة وهو واحد على أربعة عشر مليون أحبتي نتناول أيضا معكم أسئلة أخرى وتنوعة ونجيب عليها الواحدة والأخرى نأخذ السؤال الثالث وهو أيضا من الأسئلة المهمة أحبتي مكعب مكعب حجمه حجمه مئة وخمسة وعشرون متر مكعب ما طول ظلعه ما طول ما طول ضلعه لاحظوا أحبتي بماذا يذكرنا هذا السؤال قبل أن نعرف بماذا يذكرنا دعونا أولا نفهم السؤال ومن فهم السؤال سنتذكر الموضوع الذي يخص هذا السؤال مكعب حجمه مئة وخمسة وعشرون متر مكعب أعطانا الحجم ويريد منا طول الظلع دائما الحجم أحبتي حجم المكعب يتكون من ثلاثة أبعاد وهو الطول والعرض والارتفاع وتذكرون أحبتي عندما أخذنا موضوع مكعب العدد والجذر التكعيبي ما هو مكعب العدد؟ مكعب العدد هو حاصل ضرب العدد في نفسه ثلاثة مرات وهذا يذكرنا المكعب يذكرنا بهذا الشيء المكعب له ثلاثة أبعاد ومكعب العدد هو حاصل ضرب العدد في نفسه ثلاثة مرات إذن هنا أعطانا حجم المكعب لو أنه أعطانا طول الظلع وأراد الحجم ماذا نفعل؟ نطبق القانون وهو حجم المكعب يساوي طول الظلع التكعيب ونستخرج الحجم لكنه هنا أعطانا الحجم ويريد مننا طول الظلع إذن باستخدام الجذر التكعيبي نستطيع أن نستخرج طول الظلع فيكون الحل الحل أحبتي كلنا نعرف بأن حجم المكعب حجم المكعب يساوي طول الظلع تكعيب إذن إذا كان حجم المكعب موجود معلوم فما هو طول الظلع؟ نقول أن طول الظلع طول الظلع حبتي يساوي الجذر التكعيبي لماذا؟ لحجم المكعب حجم المكعب وحجم المكعب هنا معلوم وهو مئة وخمسة وعشرون نضعه تحت الجذر التكعيبي يساوي الآن كيف نستخرج الجذر التكعيبي أحبتي؟ أحسنتم بتحليل العدد إلى عوامله الأولية نقوم بتحليل المئة وخمسة وعشرون هكذا مئة وخمسة وعشرون نقوم بتحليلها إلى عواملها الأولية نلاحظ أحبتي أن العدد مئة وخمسة وعشرون لا يقبل القسم على اثنان لأن أحده فردي هل يقبل القسم على ثلاثة؟ خمسة زائد اثنان سبعة زائد واحد ثمانية ومن شروط القسم على الثلاثة هو أن تكون مجموع أرقام العدد من مضاعفات العدد الثلاثة إذن هذا العدد لا يقبل القسم على ثلاثة إذن هل يقبل القسم على خمسة؟ نعم يقبل القسم على خمسة لماذا؟ لأن أحده خمسة إذن نحلل هذا العدد على خمسة واحد تقسيم خمسة لا يجوز فنأخذ الاثنان فتصبح اثنى عشر تقسيم خمسة فيها اثنان يبقى لدينا اثنان نضعها مع الخمسة فتصبح خمسة وعشرون تقسيم خمسة خمسة والخمسة وعشرون ايضا احبتي تقبل القسم على خمسة ايضا وخمسة وعشرون تقسيم خمسة هي خمسة وخمسة تقبل القسم على نفسها تكون واحد حللنا العدد إلى عوامله الأولية فيكون لدينا هنا خمسة في خمسة في خمسة ومكعب العدد أحبتي عندما نريد أن نأخذ الجذر التكعيبي لأي عدد نأخذ من كل ثلاثة واحد لماذا نأخذ من كل ثلاثة واحد لأن مكعب العدد هو حاصل ضرب العدد في نفسه ثلاث مرات فيكون الجذر التكعيبي للمائة وخمسة وعشرون هو خمسة كما تلاحرون وهذه الخمسة خمسة متر طول ظلع المكعب طول ظلع المكعب بهذه الطريقة أحبتي استطعنا استخراج طول ظلع المكعب بأخذ الجذر التكعيبي للعدد مائة وخمسة وعشرون أحبتي بما أننا بالجذر التكعيبي دعونا نأخذ سؤالا عن الجذر التربيعي لكي نستذكر الموضوع بصورة أوسعة نأخذ سؤال رابع سؤال رابع أحبتي جد تابعوا معنا جد الجذر التربيعي جد الجذر التربيعي للعدد العدد ألف وسبعمائة وأربعة وستون نريد أن نستخرج الجذر التربيعي لهذا العدد وموضوع مربع العدد والجذر التربيعي أحبتي كلنا نعرفه وموضوع سهل وجميل مربع العدد هو حاصل ضرب العدد في نفسه أي عندما نقول مربع العدد خمسة هو خمسة في خمسة ويساوي خمسة وعشرون لكن بالعكس لو أردنا أن نستخرج جذر التربيعي للخمسة وعشرون نقول أن الخمسة وعشرون عندما نحللها إلى عوامله الأولية تكون خمسة في خمسة ويساوي خمسة نأخذ الآن هذا العدد ونحلله الجذر التربيعي لعدد ألف وسبعمائة وأربعة وستون بنفس الطريقة أحبتي عندما نريد أن نستخرج الجذر التربيعي لأي عدد من الأعداد يجب علينا أن نحلل هذا العدد إلى عوامله الأولية أيضا تابع معنا سوف نقوم بتحليل هذا العدد وهو ألف وسبعمائة وأربعة وستون نحلله إلى عوامله الأولية نلاحظ أن هذا العدد هو عدد زوجي لذلك يقبل القسمة على اثنان وسبعة عشر تقسيم اثنان ثمانية ويبقى واحد نضعه مع الستة تصبح ستة عشر ستة عشر تقسيم اثنان أيضا ثمانية وأخيرا أربعة تقسيم اثنان اثنان الناتج أيضا عدد زوجي أيضا يقبل القسمة على اثنان وثمانية تقسيم اثنان أربعة وثمانية تقسيم اثنان أيضا أربعة واثنان تقسيم اثنان واحد أصبح العدد هنا عدد فردي إذن لا يقبل القسمة على اثنان هل يقبل القسمة على ثلاثة؟ لنرى أربعة زائد أربعة ثمانية زائد واحد تسعة إذن مجموع أرقام هذا العدد مجموعها تسعة والتسعة هي من مضاعفات الثلاثة وبما أن التسعة من مضاعفات الثلاثة إذن تقبل القسمة على ثلاثة إذن نحلل على الثلاثة أحبتي أربعة تقسيم ثلاثة واحد ويبقى واحد نضعه مع الاربعة تصبح أربعة عشر أربعة عشر تقسيم ثلاثة أربعة ويبقى اثنان نضعه مع الواحد تصبح واحد وعشرون واحد وعشرون تقسيم ثلاثة أحسنتم سبعة أيضا تقبل القسمة على ثلاثة لأن مجموعها يكون اثنى عشر من مضاعفات العدد ثلاثة أربعة عشر تقسيم ثلاثة كما أحبتي نعم أربعة ويبقى اثنان نضعها مع السبعة تصبح سبعة وعشرون سبعة وعشرون تقسيم ثلاثة تسعة الآن تسعة وأربعون هل تقبل القسمة على ثلاثة؟ لا تقبل القسمة على ثلاثة التسعة وأربعون تقبل القسمة على سبعة لماذا؟ لأن حاصل ضرب سبعة في سبعة يساوي تسعة وأربعون إذن تسعة وأربعون تقسيم سبعة سبعة وسبعة بها واحد الآن لاحظوا أحبتي أن الأعداد الأولية هي التوالي اثنان في اثنان في ثلاثة في ثلاثة في سبعة في سبعة لاحظوا ونحن تعلمنا بالجذر التربيعي من كل اثنان نأخذ واحد فالقوس الأول نأخذ منه اثنان والقوس الثاني نأخذ منه ثلاثة والقوس الآن نأخذ منه سبعة ويساوي اثنان في ثلاثة ستة وستة في سبعة اثنان وأربعون والاثنان وأربعون هذه هو الجذر التربيعي للعدد ألف وسبعمائة وأربعة وستون أحبة التلاميذ هذا ما يسمح به وقت درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله ونتمنى لكم النجاح والموفقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى